أردت الجزائر أن أي اجتماع غير حالي لمنظمة أوبيك من أجل مناقشة أسعار النفط قد يعقد قبل نوفمبر وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بطرفة للتلفزيون الرسمي الجزائري أن أي خطوة تأخذها أوبيك لتثبيت الإنتاج ستساعد في استقرار أسواق النفط لستة أشهر على الأقل وأكد بطرفة أن إمكانية تثبيت الإنتاج ستكون محل نقاش خلال اجتماع غير رسمي لمنتجي النفط في الجزائر الأسبوع المقبل بدورها أكدت منسولا على ضرورة خفض معروض النفط العالمي البلغ 94 مليون برميل يومياً بنحو 10% لوازي الاستهلاك وقال وزير النفط البنسولي يقول يوديل بينو أن تعزيز الأسعار يكمل بخفض الإنتاج العالمي بما يوازي 9 ملايين برميل يومياً للوصول إلى السعر العدل في حدود 70 دولاراً للبرميل وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان أهلاً بك الدكتور دكتور ما توقعك الشخصي لنتائج اجتماع الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم أتوقع أن يكون هناك اتفاق قد لا يكون تطبيقه فورياً وإنما قد يؤجل إلى ديسمبر والسبب أن هناك ثلاثة دول قد لا تنضم إلى الاتفاق بحجة أنها لا زالت بعيدة عن مستويات إنتاجها قبل الاضطرابات سواء بالنسبة لنيجيريا أو ليبيا أو بالنسبة لإيران قبل العقوبات إيران هي أقرب الدول الثلاث من حصتها ما قبل العقوبات الاقتصادية هي تنتج حوالي ثلاثة مليون وثمانية من عشرة تدعي أو تقول بأنها كانت تنتج أربعة فمائتين مليون مائتين ألف برميل أعتقد أنها تستطيع أن تصل إليها في المدى القريب جداً نعم ولذلك أنا متفائل لأن هذه هي فرصة أساسية لدول الأوبيك والمنتجين من خارجها لأن يتفقوا وإلا فإن مصداقية تعاون المنتجين قد تكون على المحك ولا بد من بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق إلى أي مدى سيؤثر ذلك على حركة الأسعار حركة الأسعار تستجيب طبعاً هذه الأيام هناك حركات وتقلبات كبيرة في الأسواق وهذه لا تعكس بالضرورة أساسيات السوق لكن إذا ما اتخذت الأوبيك خطوة بتجميد الإنتاج لأن ما يحدث الآن أن السوق مليء بالفائض النفطي وإذا ما تركنا الفرصة للإيران وليبيا ونيجيريا والنفط الصخري الذي عكس ما كان يقوله البعض قد عاد إلى الأسواق وبدأ يعود فإن الأسعار ستهبط عن مستوىات الحالية ولذلك هي فرصة ذهبية للمنتجين خاصة بظل الاتفاق الروسي السعودي أنا أتصور أن الاتفاق السعودي الروسي هو الذي حرك المياه الراكدة ودفع الجميع ولا أنسى هنا دور محمد باركندو أمين عام منظمة الأوبيك والذي فعلاً قد غير من مفهوم التعاون في إطار الأوبيك باتصالاته المكوكية بتصريحاته الموزونة وحبذ لوزراء الأوبيك يتركوا له أن يصرح ولا أن يصرحوهم نعم دكتور لكن بخصوص تقارب روسيا وبعض أعضاء أوبيك هناك بعض الأراء منها أنها تفعل ذلك لمعرفة خبايا ما يدور في أروقة اجتماعاتها دون رغبة حقيقية في التعاون ما رأيك في هذا؟ لا أتصور أنا أن هذا الكلام صحيح في الواقع روسيا تحضر اجتماعات الأوبيك بصفة مراقب منذ الثمانينات ميلادية ولم تكن هناك مشكلة المشكلة لم تكن في روسيا هناك حينما كنا نذهب لاجتماعات الأوبيك نكتشف أن بعض الفنادق قد تم ربطها بأجهزة استخباراتية وكانوا يعرفون كل ما يدور سواء في الفنادق أو في اجتماعات الأوبيك فروسيا ليست حريصة على تجميع هذه المعلومات روسيا تنطلق من منطلق مصالحها الاقتصادية وهي الآن بالإضافة للعقوبات الدولية تعاني من انخفاض أسعار النفط احتياطاتها المالية انخفضت إلى 15.5 مليار دولار مقارنة بتسعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين ونصف مليار دولار كانت في عام تسعين مليار دولار كانت في عام 2014 وخمسة وثلاثين مليار كانت العام الماضي إذن هي الحاجة الاقتصادية وهي الضرورة التي دفعتها بأن تتعاون مع الأوبيك وكما قلت أنا منذ ثلاث سنوات أن الأوبيك والمنتجين جميعهم لن يتحركوا هم مثل كيس الشاي لن يتحركوا إلا في الماء الحار أنا أعتقد أن المياه قد وصلت إلى مستواها الحار جدا الذي يوجب على دول الأوبيك أن تتحرك بقيت نقطة أساسية أختي الفاضلة وهي مسألة الالتزام لو كان هناك اتفاق فلابد من وضع عالية للالتزام لأن تجربة الأوبيك الماضية في الثمانينات وحتى في التسعينات أنه نتفق على شيء ونجد فيما بعد إما إعطاء خصومات سعرية أو بيع مزيد من الحصص أكثر من الحصص المقررة ولذلك هذا يفقد المسلاقية ويبرئ البقية الدول الملتزمة من أن تلتزم بأي شيء وبالتالي لا بد من النظر بهذا يعني إعطاء همية كبرى لهذه المسألة حتى نضمن أن الأوبيك تستطيع أن تتعدى هذه المرحلة الحساسة وأنا أتصور أن الأسعار في ذكرك لتصوري لأسعار ما بعد اتفاق أوبيك لو تم أن الأسعار ستتراوح في حدود 55 دولار على أقصى تقدير لفترة السنوات الثلاثة القادمة هذه دورة اقتصادية جديدة دورة ركود المشتري هو المتحكم في الأسواق نعم هناك بعض المحللين دكتور يتخوف من أن مخزونات النفط هي فقاعة فهل لا يزال خطر هذه الفقاعة قائم؟ في الواقع خطر الفقاعة قائم إذا ما تدهورت الأسعار لأنه ما الذي يدفع دولة بأن تحتفظ بمخزونها الاستراتيجي أو شركات بأن تحتفظ بمزيد من المخزون الذي يدفعها هو أنها تتوقع أن السعر الحالي هو أقل من السعر المستقبلي وبالتالي تستطيع أن تكاليف التخزين يمكن تغطيتها بما يمكن أن يحققه السعر المرتفع فيما بعد ولذلك الآن في ظل الظروف الحالية لا أعتقد أن هذه الفقاعة ستنفجر ولا تصور صحيح أن المخزونات كبيرة وكبيرة جداً هناك المخزون العائم هناك المخزون في باطن الأرض إلى آخره في كل الدول للصين والولايات المتحدة إلى غيره لكن كل هذه الأمور لن تؤدي إلى إحداث أو تفجير الفقاعة ما لم يكن هناك اتجاه نزولي لأسعار النفط وهو ما سيفاقم من انخفاض أسعار النفط نعم إذن كنت معنا مباشرة من جد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان شكراً تزيلة لك